اشتركوا في القناة لشان تعرف ايش تختار وما تتندم بعدين فكالعادة قبل ان نبدأ بالمقطع لا تنسوا لايك والاشتراك وتصلى على النبي عليه فضل الصلاة والسلام و لاتس جو يلا نبدأ اوكي يا شباب خلونا نتكلم عن اول الابطال اللي راح ينزلون اللي هي شنهي راح نذكر مميزاتها وعيوبها ايش المميز بشنهي اول شي انها عنصر ثلج كلنا نعرف انه عنصر الثلج عنصر مرة خرافك السببورد هو وعنصر الماء لانك تقدر تسوي مثلا ميل تقدر تسوي سببور كوندكت علشان تزيد دامج ايولا وتقدر برضه تجمد الاعداء علشان تزيد الكريتريات عندك لو كان معك عنصرين الثلج والبفات اللي راح تسويها شنهي مرة كثيرة مرة كثيرة يعني راح تزيدك ضرر الضربات العادية والضربات المشحونة والبلنج اتاك هذا يعني انه شاو وقاني وهوتاو وإتو اي بطل اللي يعتمد على الضربات العادية مثل يويمي راح يزيد دامجهم بشكل مرة خرافي وزيادة على هذا راح تزيدك ضرر المهارة الاولى والالتيمت وزيادة على هذا لما تفك الالت حقه راح تنقص دفاع الاعداء اللي ضدك من الفيزيكل وعنصر الثلج فهذا يعني انه راح تكون سبورت مرة خرافي لأيولا والقانيو راح تزيد دمجك بشكل جدا عالي وهي راح تعتمد على البفات اللي تعطيها على الاتاك فهذا يعني انك راح تبنيها بكل سهولة بس تحبيها كذا اتاك ورح تزيد لك ضرر الفريق وبرضه راح تسوي معاك دمج محترم اوكي يا شباب خلونا الان نتكلم عن سلبيات شينهي ممكن الاشياء اللي يقولها ممرة دقيقة لانه ممكن تتغير معا زي كذا لما تنزل شينهي بشكل رسمي بس راح اقولها الان بما انه شينهي يا شباب راح نعطيها كل البلد حقها عتاك علشان تزيد ضرر الفريق فهذا الشي راح يأثر عليها اي انها ما راح تجيب دمج عالي حسب اللي شفتم من التريلر حقها وزي كذا انه ما راح نعتمد عليها علشان نسوي دمج راح تكون بس بطل سببورت راح يزيد ضرر الفريق مثلا نفس بنت بين الدمج قليل يعتبر بس انه يزيد دمج الفريق بشكل مرة كبير ما توقع شينه راح تكون مثل الابطال زي بال وفينتي لما كذا تفك الالت حقهم دمجهم مرة عالي ويزيدوا لك ضرر الفريق لا راح تكون تزيد ضرر الفريق وتسوي ضرر متواضع فهذه نقطة الضعف الوحيدة صراحة لشوفها فيها السلبية اللي اتوقع انه دمجها ما راح يكون عالي لانه البلد حقها راح يكون كله اتاك فلو كان معاك قانيو او ايولا او شاو او هوتاو او اي واحد من ابطال الدي بي اس هذولا او يويميا او ايتو اللي يعتمدون على الضربات العادية وضرر العنصر زي كذا حرفيا شيني راح تكون من افضل السببورتات اللي عندنا في اللاعب لو تبغى سببورت يزيد لك الدمج بشكل مره خرافي زي فنت اتوقع شيني راح تكفي توفي بهذا الشي لانه راح تسوي بفات حرفيا لكل الابطال الموجودين في اللعبة وزيادة على هذا راح تسوي معاك دمج متواضع وبرضو تسوي معاك دفاعولات فايب لو تبغى بطل زي فنت يزيد لك الضرر بشكل مره كبير حق الفريق حقك خذ شنهين قلون بذلك قبل ان اثنان فعل هذه wy本ات شيني اللعبة مره تماما حقك اكتير اوكا الان تقول لي شيني مرة حلوة راح تزيد لي ضرر الفريق وزي كذا وراح تخلي علندك اللعبة مرة خرافية وكذا طلع ارقام كثيرة ولكن اقولك صراحة انو شيني ما تتقارن ببطل السببورت اللي راح نتكلم عنه الآن اللي هو زونج لي زونج لي يا شباب بطل غني عن التعريف أنا حرفيا كذا أنا جربتها شخصيا الحساب اللي ما يكون فيه زونغ لي تحس اللعبة كذا صعبة تدخل الأبس ورب لا تاكل الطيم لو مهما كان الشيلد اللي موجود عندك مثلا عندنا شيلد دايونا قوي بس يروح بسرعة عندنا شيلد نويل قوي بس يطول علشان يرجع لك وزي كذا بس زونغ لي ما عنده هذا الكلام خلونا كذا أول شي نتكلم عن مميزاته والأسطورية وأول شي نتكلم عن الشيلد الشيلد تبع زونغ لي اللي ما يعرف أول ما تستخدمه كذا وتعلق عليه ويضرب ضرب حول ويحط الشيلد رح ينقص دفاع الأعداء اللي ضدك بنسبة 20% هذا يعني أنه رح يزيد لك الدمج تبع أبطالك بنسبة 20% هذا الوحد شي خرافي الشي الثاني هو الدرع الأسطوري تبعه اللي حرفيا في كل مرة تنضرب رح تزيد قوة الشيلد هذا اللي قبل شوي قلناه كل الوحد شي خرافي فما بالك لو قلتلك أنه درع زونغ لي رح يستمر معاك لمدة 20 ثانية ومدة الانتظار تبعته 12 ثانية حرفيا رح يكون عندك درع أسطوري شغال طول الوقت ومستحيل ينكسر أقدر أقول لكم أنه مثل مهارة حق تبال مهارة حق تبال الأولى طول الوقت شغال عندك لأنه مدة الانتظار تبعها أقل من المدة اللي تستمر فيها فنفس الشي درع زونغ لي حرفيا رح يرجع لك وتقدر تستخدمه قبل ما ينكسر حتى ذه شي مره خرافي فيعني أنك رح تظل محمي طول الوقت وما في أي وحش يقدر يكسر الدرع زونغ لي ورح تلاحظون أنه كل المعارقين بالأبس أول ما يدخل يحط زونغ لي أول شي يعطيك درع وما يخلاي أحد من الأداء يدفك ولا يطيرك على ورا يلعبون فيك تنس الحجرين هذولاك أو الآليين فبطل يحميك طول الوقت هذا لسه احنا نتكلم بالمهارة الأولى كيف لو أجينا على الألتمت الألتمت حق زونغ لي غنية عن التعريف أول شي دمجها مرة عالي مرة عالي تأخذ 900% دمج لو وصلتها للليفل 10 هذا يعني أنه دمجها رح يكون مرة عالي وزيادة على هذا رح تجمد لك العداء وتحجرهم لمدة 4 ثواني بال4 ثواني هذي تقدر تسوي لك أي كومبو كذا وتلطمهم وتشقهم على طول كل هذي المميزات ببطل رح يخلي لك اللعبة حرفيا جدا سهلة تحسوا أنه هاكا حتى تشوف أنه بعض ناس يقول لك أنه زونغ لي كذا يخرب متعة اللعبة وزي كذا فلكن أنا الصراحة أشوف أنه شي ممتع أنه ما يلعبون فيك الوحوش بالأبس زي التنس فيب لو جينا نتكلم عن سلبيات زونغ لي ما في سلبيات أوكي يا شباب لا في سلبية واحدة جدا بسيطة أنه زونغ لي لو تبغى تزيد قوته أو تبغى تستفاد منه بشكل كامل يحتاج أنك تحطه مع تيم مثلا فيه عنصر قيو الثاني علشان تزيد ضرره علشان تزيد قوة الشيلد بعيدشان تزيد قوته إذا لا أستطيع أن أخذك أن تعطي هذه اللعب يمكنك أن نتكلم عن طريق بحيثك يمكنك أن أخذك كل التصحات لأن دابعة غامل غانيو البطل المعروف في كل اللعبة هنا أقوى بطل وزي كذا ودمجها مرة عالية توقع لكل عارف مميزاتها بس راح أذكرها علشان كذا الفيديو علشان أوصله ثمان دقائق المهم يا شباب لا والله أمزح وراح أتكلم لكم من جد على المميزات حق غانيو أول شي عندنا غانيو المميز فيه هنا تقدر تسوي دمج طول الوقت ما يحتاج تنتظر مثلا كذا 12 ثانية 15 ثانية مدة انتظار لا سوي تشارج أتاك ورقع اللي ضدك في عين وكذا تطلع العالية دمج 70-60 ألف بدون تفاعلات لو تحط معاها كزو وفوف بنت وعنصر نار مع شلنينج والي الدمج اللي راح يطلع ضرر مرة عالية تشوفه كذا بأرقام 120 ألف المية وستين ألف في واحد يجيب 200 ألف بالضربة الواحدة شي مرة مجنون وزيادة على هذا غانيو المميز فيها والألتم اتبعها لأنه حرفيا يخلي على الوحوش أنصر ثلج بطول الوقت وأنصر الثلج زي ما قلت عن شيني أنه أنصر سببورت مرة حلو تقدر مثلا تحول على بطل ثاني وتستخدمها كسببورت تسوي ميلت كل هذه المميزات في غانيو راح تقول لي إيش السلبية صراحة السلبية الوحيدة اللي ممكن تكون فعلا تأثر عليك أنت مو على اللعبة ولا على البطل اللي هو نظام لعبها مميلا لأنك حرفيا أنت ما راح تسوي شي في غانيو بس راح تهرب من الأعداء وتأيم عليهم وتضربهم ممكن هذا الشي ما تشوفه سلبية ولكن صراحة أنت لما تمل من البطل خلاص يصير مالك نفس كذا تلعب به ولا تبي تدخل فيه فأنت لو تبغى بطل يسوي دمج مرة عالي وبطل كانسر وبروكن وأقوى بطل في اللعبة راح أقول لك إيوة غانيو إلى الآن متصدر المركز الأولى وصراحة إيته بدأ هاه يطلع كذا شوي علشان ينافسها ممكن بعض الناس يشوفون أنه هذا الشي ما يأثر ولكن صدقني لو مليت من الشخصية ما راح يصير حتى عندك نفس أنك تدخل اللعبة علشان تلعب بيها خلونا نختمها بمسكة يا شباب والآن راح نتكلم عن آخر بطل من هذول الأربع الخرافيين اللي هو شاو راح نذكر مميزاته عيوبه خلونا أول شي نتكلم عن المميزات بشاو أول شي المهارة الأولى تبعته دمجها مرة عالي حرفية ممكن تسوي دمجه عاد البطل كامل كذا لوحده بس بالمهارة الأولى حلو وعنده برضو الألتيمت اللي غنية عن التعريف يلبس القناع يفرم كل اللي حولك يلعب فيهم كذا طائرة كذا ينزل فوق لوحوش كلهم يطيرون على فوق وتجلدهم طول الوقت ولا أحد يقدر يلمسك وزيادة على هذا يا شباب أنه شاو بطل ممتع باللعب ياب ممكن يدمج الخصاص مع قانيو بالدمج كذا وبالقوة ولكن عنده خاصية دائما تميزه عن قانيو ودائما أذكرها بكل مقاطعي أنه شاو بطل ممتع راح تستمتع وانت كذا تلعب بالوحوش طائرة كل شوي شايلهم بالهوى تطير كذا يميني صار تسوي داش كومبوهات كذا تتفنن به البطل جدا ممتع لما تستمتع بالبطل وانت تلعب فيه راح تتحمس علشان تطوره وعلشان تستخدمه فهذا دائما أقوله انه يميز شاو عن قانيو خلونا الآن نتكلم عن السلبيات أول شي لا تفكر ابدا انك تستخدم شاو ما معاك بطل يعطيك درع أول كف راح يجيك من أول وحش جنبك راح يشيل لك الارتبعك حرفية راح تموت من ضربتين فهذا أول شي يحتاج بطل درع ثاني شي شاو الألت حقه تحتاج انيرجي مرة كثير راح تعاني علشان ترجع له وكنت لعب بشاو بس فيحتاج انك تحط معا شاو بطل مستخدم لعنصر هواء علشان تستخدمه زي البطارية وتشحن الألتمت الخاص بشاو وغير كذا خذه كذا وروح بالأبس وفشخ الوحش اللي قدامك لأنه بطل مرة أسطوري وعنده عيبين بس تحتاج بطل يعطيك طاقة ويعبيلك الألتمت وبطل يعطيك درع علشان ما تنفرش وتذكر دائما أن اللي حددد القرار للبطل اللي تاخذه مو أنا ولا أي واحد آخر هو أنت إيش تبغى من البطل إيش تبغى تسوي فيه ليه تبغى وليه تحتاجه وليش تبغى بالتيم فأنت راح تشوف كذا الحساب حقك لو ما فيه زونقلي لازم تاخد زونقلي الحساب مو حساب بدون زونقلي فأنا تكلمتلك عن السبورتات اللي هما شن هي وزونقلي وقلتلك شن هي تعطيك زيادة في الدمج زونقلي سهل عليك اللابة فأنت شوف إيش اللي تبغاه وخذه أما بالنسبة لقانيو الشاو فقانيو لو تبغى بطل يطلع لك أرقام مرة عالية وتشوف أنه الأرقام العالية شي ممتع بس ما يهم إذا كان البطل ممل في اللعب فأخذ قانيو لو تبغى بطل تستمتع فيه وتظال تلعب فيه المدة طويلة بدون ما تميل منه ودمجه عالي فأنصحك تأخذ شاو فبس كذا يا شباب أكل أخصلكم كل اللي تحتاجون تعرفون على الأبطال كالعادة إذا وصلتوا إلي هنا لا تنسوا لايك والاشتراك وتصلوا على النبي عليه فضل الصلاة والسلام وتكتبوا في التعليقات بطاطا وبس شكرا لكم على الدعم بالفيديوهات الماضية سأطير ونشوفكم على خير بالفيديوهات القادمة PEACE OUT